نساء الخير أصدقائي الأعزاء أهلا بكم في حلقة من برنامج الصالون بلوبتين الحضارة والتاريخ الماضي والمستقبل بلوبتين الأثار النيل الغاز البترول بلوبتين مع شوكة الأحرار النائمة تحت تل رمال أبو مندور بلوبتين ذلك الاسم الفرعوني القديم لمدينة رشيد مدينة رشيد أعزائي المشاهدين زرها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سنة 1959 وكان مع الراحل العظيم رئيس أنور السادات والمشير عبد الحكيم عمر فتحوا في الزيارة متحف رشيد الوطني في منزل أثاري قديم اسمه منزل عرب كيلي بس يا ترى رشيد هل تستحق متحف أكبر من كده؟ أكيد طبعا الإجابة بالقطع نعم إحنا عندنا في مخازن المتحف رشيد مئات القطع الأثرية اللي خرجت من باطن الأرض مش عايز أقول ألاف القطع الأثرية إحنا نستحق متحف أكبر من كده بكتير ما إحنا شقال من اسكندرية ما إحنا شقال من شرم الشيخ ما إحنا شقال من كفر الشيخ فتح فيها متاحف كبيرة جدا وإحنا عندنا ألاف القطع المنسوبة والمدفونة كانت تحت رمال تل أبو مندور الأثرين بنتكلم عن الأثار ورشيد مش ممكن أنسى منزل الميزوني منزل الميزوني اللي تربط فيه غادة رشيد زبيدة البواب وكل الناس المتعلقة بالأثار وبالحضارة والسفر والترحال تعرف مين زبيدة البواب التي تزوجها الجنرال مينو بعد أن أعلن إسلامه وسمى نفسه عبد الله المنزل ده ممكن يدخلي عملة صعبة لو عملت شوية شغل صغيرين يعني عملت دعاية وقلت للناس وعرفتهم إن هذا المنزل الذي يقع في منتصف المدينة عاشت في زبيدة البواب مع زوجها عبد الله مينو لو أنا عملت شوية دعاية وروقت للمنزل صح أبدأ أقول أنا ممكن أبايت السائح عندي في رشيد في منزل الزبيدة بألف دولار في اليوم هو هعيش وهتخيل الجو العام اللي كان عايش فيه الجنرال مينو مع زوجته المصرية الرشيدية غادة رشيد كمان عندي منزل اسمه منزل علوان بيقع في القادم من كورنيش النيل المتاجئ إلى مسجد العرابي في شارع دهليز الملك منزل علوان اجتمح فيه الزعيم أحمد عرابي مع أعيان رشيد لما كان جاي رشيد يطلب المعونة من أعيان رشيد في حالة هجوم القوات الإنجليزية من الشمال في نهر النيل وبالفعل اتفق مع أعيان رشيد وعطوله كلمة أنه مش ممكن أي حد دخيل يدخل على أرض رشيد إلا على جسسنا المنزل ده ممكن برضه أروج عنه وأعرف الطلبة وأعرف المصريين وأعرف النفس الخارج أنه ممكن منزل زي ده كده يدخل لعملة صعبة قد إيه أنا عندي حاجات كثيرة جدا في رشيد متعلقة بالأثار ممكن أعمل مراكب صغيرة رحلات نيلية مراكب بشكل فرعوني تبقى رحلة نيلية من مدينة رشيد من ميدان الحرية إلى تل بوليبتين اللي هو تل أبو منظور بوليبتين هو اسم رشيد في الحضارة الفرعونية القديمة ممكن يدخلي عملة صعبة وعملة محلية كثيرة جدا وأعمل رواك في المدينة أنا ممكن أستغل يا جماعة الأدوار الأرضية في المنازل الأثارية وأنا عندي 22 منزل أثري ممكن أستغل الأدوار الأرضية ديت وأعمل ورش عمل وجيب الشباب وأدربهم في الحديقة المتحفية والمتحف وخليهم ينتجوا ما يضاهي القطع الأثارية اللي عندنا بشكل معين بعد تدريبهم وأعمل برضو رواج وابيعهم للسياح اللي عندي ممكن أعمل حاجات كثيرة جدا في الأثار عندي قلعة قايد باي اللي بنها محمد علي في قرية برج رشيد وهنرجع لقرية برج رشيد لأنها قرية طبعا محتاجة خدمات كثيرة ممكن أعمل في القلعة برنامج متكامل الصوت والضوء أعمل بزار كبير جدا في القلعة أخليها في المصار الأساسي للزيارة لمدينة رشيد ممكن عندي كمان كورنيش النيل بطول حوالي 3 كيلو كورنيش مش موجود في أي مدينة في جمهورة مصر العربية أنا ليه ممكن أستخدمش المشايا اللي تاعت اللي هو بجوار نهر النيل وأعمل فيها مشاريع تكفي أكتر من 700-800 شاب وأوفر فرص عمل وكده أحارب الهجرة غير شرعية اللي بتخرج من شمال رشيد طبعا هي محدودة جدا النهاردة بعد شغل كبير جدا من رجال الأمن ورجال القوات المسلحة تكاد تكون منعادمة تماما لكن أنا بوفر فرص عمل للشباب اللي قاعد كتير من غير شغل أستغل كورنيش النيل اللي ممشي السياحي اللي تحت وأعمل بتارين معينة بشكل معين تحت إدارة إدارة التطوير للمدينة اللي بيودرها المهند المحترم مصطفى سماعين ممكن أنفذ بتارين أو عربيات صغيرة ووفر فرص عمل كتيرة جدا عندنا حاجات كتيرة جدا في الأثار في رشيد لكن الشيء اللي ملفت للنظر إن مسجد أبو مندور الأسري اللي له في نفسنا كلنا مكانة كبيرة وتل أبو مندور اللي هو مدينة رشيد بولوجوتين القديمة بتقع تحته المسجد بيتعرض مش عايز أقول الانهيار بس بيتعرض الانهيار بطيء جدا مع تل وهنشوف الكلام ده في فيديو دلوقتي ونقول إيه اللي بيحصل بالزبط مسجد أبو مندور بدأت تظهر فيه فعلا تنسيمات وشروخ من أثار العربيات الكبيرة جدا اللي بتعدي وبتعدي بسرعة كبيرة كذلك تل أبو مندور اللي هو بيغطي مدينة بولوجوتين القديمة وهي رشيد القديمة والنهار ده هو موجود وبدأت المبينة تظهر تحت التل من أثار تعريف الرمال من أثار طبعا التنقيب معرفة وزارة الأثار بدأت البيت تظهر إحنا عندنا يعني لو حبينا نعمل برنامج سياحي برنامج يومي صدقوني وترواجله صح هيبقى عندنا ازدحام من السياح سواء المصريين أو العرب أو الأجانب مش عارف طبعا إيه اللي بيحصل لكن أكيد فيه قيادات وعية والمعنيين بيدرسوا الكلام ده كله وهيبدأ فيه يكون فيه تواصل بين إدارة الأثار بين وزارة الأثار وبين إدارة المتحف عندنا في رشيد وبين المحافظة اللي أنا عرفته قبل كده من فترة بسيطة أنهم هيبدأوا يعملوا برنامج متكامل لزياراتي اليوم الواحد في مدينة رشيد لكن التطوير اللي داخل عليه مدينة رشيد هينقلنا نقلة كبيرة جدا عايز أشوف الفيديو اللي هو بيمر في السيارة الكبيرة من قدام مسجد أبو مندور واشوفي إزاي ممكن أعالج المشكلة دي أنا أعرض المشكلة وأعرض الحل الفيديو بيوضح دلوقتي عربية نقلة كبيرة جدا بتمر من الطريق هي كانت على فكرة عطلانة لأنها مش بطيق دلوقتي وأنا شفت الفيديو وهي بتمر من قدام مسجد أبو مندور العربية بتمر والعربية محملة مواد بناء واضح أنها محملة من الطفلة وبتعدي والأرض طبعا كان الأرض كلها رملية وتم فتح الطريق فيها مرور عربيات كبيرة بالوضع دا كده هيأثر على المسجد تأثير لا محالة وبدأ يظهر الرمل بينزل من تل أبو مندور على الأرض وبيتم رفعه مرة تانية أنا أعالج المشكلة دي إزاي أعالج مشكلة عربية زي دي كده ومش عربية واحدة اللي بتعدي في اليوم ممكن يكون 50-60 عربية بتعدي طبعا بدري وبتعدي بالليل وبتعدي طوله النهار لما العربية بتعدي من جانب مسجد أبو مندور اللي هو ظاهر في الصورة باللون الأبيض وده مسجد طبعا بناء الخدوة اسماعين جدده وليه حكايات وأساطير والناس اللي بتروح تزور رشيد لازم يروح للمسجد ويشوفه كمان الحاجات اللي في المسجد وكلمة محمد اللي هي على العمود إزاي ظاهرة بشيء طبيعي وبقرأ بمندور اللي الناس بتتبرك بيه المسجد نفسه كله تحس إن في رحو حنيات غريبة هو المسجد الوحيد بالشكل ده أعالجي المشكلة إزاي؟ أعالجي المشكلة إذا ابت التطوير ممكن تعمللي بوابة أسرية بطريقة معينة حسب هيما ترتقل الشكل اللي يناسب المنطقة ويناسب جمال وهيام المنطقة تسمح البوابة دية بمرور سيارات الملاكي والسيارات الزغيرة طب واحد يقول لي والعربات الكبيرة تعد من آه عندي طبعا الرافد الدولي طريق الصرفي تعد منه السيارات الكبيرة لمحملة المواد البناء المختلفة وتبدأ توزع نفسها في أي مكان لكن مكان زي ده لو أنا سبت النهار ده وبكرة وبعده للسيارات الكبيرة أنا ممكن أتفاجئ في يوم إن المسجد انهار وممكن أتفاجئ في يوم إن الجبل بدأ أتصدع أكيد الإدارة التطوير والقائمين عليها عندهم أفكار إن هم يعالجوا مشكلة زي دي أنا بطلح المشكلة فيش خلاف بيني وبين طبعا الإدارة التطوير ولا المحافظة ولا أي مكان لكن ممكن يكون إحنا بنكمل بعض ممكن أكون العين الثالثة للمسؤول اللي هو مش شايف حاجة معينة فأنا بلفت نظره لمشكلة ما أكيد هو طبعا بيتلقى الكلام دوت وبدرسات بسرعة بتكلم فيها وده دور كل مواطن مصري بيخاف على بلده وستر رئيس عفتاح السيسي يا حفظ الله طبعا المشير عفتاح السيسي ده أنا بفتخر أنا كنت أنا اللي كنت عامل حملة المشير عفتاح السيسي رشيد البحيرة هو بيقول في أول مرة أنا مش أشيل الشيرة الوحيد أنتوا كلكم شركاء معايا من هذا المنطلق أنا بدأت أتطوح في الشارع وأنقل الصور اللي هي من شأنها أرفع بيها قدر بلدي وأبدأ أترحى على المسؤولين عندنا معادي الوزير السيدي اللي هو أشام أمنى محافظة البحيرة وعندنا المهندسة سالوى زاكي رئيسة المدينة مش بنشر أي حاجة على طفحة الشخصية إلا بعد ساعات قليلة جدا بيتم معالجتها فورا ورفق أسباب الشكوى والمواطنين كلهم بيتعاونوا معايا وبصراحة الحمد لله بلاقي تجاوب كبير جدا من الإدارات المحلية عندنا في رشيد وفي المحافظة لكن يهمني أن أنا أشوفي البوابة الأسرية في أسرع وقت ممكن على هذا المكان المكان بيحزي جوايا وبيحزي جوا أي واحد رشيدي وأي واحد مصري لما يشوفه ويبدأ يتأثر المكان بعربيات كبيرة فمع لش أنا متأكد وعلى يقين أنه يبقى فيه تحرك سريع جدا لإقامة البوابة كنت في وقت من الأوقات في حزب مستقبل وطن وطرحت المشكلة دي وأمين الحزب قال لي طبعا محمد ممكن تكتب لي طلب كان في عهد المهندسة المحترمة نادي عبدو محافظة البحيرة السابق وبالفعل اكتبت الطلب وطلبت بالبوابة وتمت الموافقة من المهندسة نادي عبدو بالإسراح في إنشاء البوابة أنا معرفش طبعا ما أتأخروا ليه أكيد في دراسات بتتعامل أكيد في حاجات بتتعامل إن شاء الله كويسة للمكان لو اتكلمت عن الأثار في رشيد وعن البيت الأسرية وعن منزل الأمصيالي وطحونة أبو شهين صدقوني إحنا عندنا تراث في رشيد يعني لا يقدر بمال إحنا عندنا أماكن ممكن أعمل رواق سياحي لو تم التنصيق بين إدارة المتحف في رشيد المحترم الدكتور سعيد رخا بيقود المتحف وبيقود مجموعة الشباب جميلة جدا لو تم التنصيق بين الدكتور سعيد والمحافظة وإدارة المتاحف عندنا إحنا هيكون لنا شأن عظيم جدا على مستوى السياحة في مصر رشيد ما هياش صغيرة ما هياش البلد الصغيرة اللي فيها متحف صغير زي في منزل عرب كلي إحنا عندنا المكان اللي ممكن يتعمل فيه متحف قومي إحنا عندنا المكان متوفر وعندنا أكثر من مكان ممكن نعمل فيه المتحف القومي لرشيد وعندنا ألاف القطع الأسرية اللي يبقى المتحف غاني بيها مش عايزين قطع من أي متاحف مساعدة إحنا عندنا اللي يكفينا وعندنا تراثنا وتاريخنا اللي بنفتخر بيه القيادة التنفيذية النهاردة في مدينة رشيد والقيادة التنفيذية في المحافظة بتولي رشيد طبعا بشكل خاص وعندنا دايما زيارات واهتمام بشكل ملفت للنظر أنا بستغل الحاجات دي كلها ومن برنامج الصالون بوجه الدعوة لفخامة رئيس عبدالفتاح السيسي يزور رشيد يزور رشيد يعني معنى ذلك تطوير على أعلى مستوى فخامة رئيس يزور رشيد مجرد أن تعلن عن زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي يبقى رشيد هتبقى بقرة الأحداث بقرة الاهتمام مع أنها بقرة الاهتمام لكن هتبقى أكتر من كده الاعتمالات هتزيد وإحنا طبعا في كده إحنا طبعا أن أولادنا يطلعوا في مدينة لا يضهيها مدينة في مصر كلها إحنا طبعا أن رشيد تكون هي البلد رقم واحد في الأسر الإسلامية مع أنها هي في الترتيب بعد القاهرة لكن إحنا عندنا 22 منزل أسرين إحنا عندنا طحونة أبو شهين إحنا عندنا حمام عزوز اللي بتمنى يكون فيه اهتمام بيه لأنه مغلق بقاله فترة كبيرة مش عارب مغلق ليه مؤكد أن هيبقى فيه ترميم قريب لأن أنا سمعت أنها يتم ترميم حمام عزوز إحنا عندنا قلقة قايد باي زي ما قلت عندنا مدينة رشيد القديمة بوليبوتين اللي موجودة وبدأ أصارها وجدران المباني تبان فيها لو سوأنا الكلام ده بطريقة صحيحة عايز أقول الساعد كله هيبقى عندنا في رشيد اللي هيبيع واردة في رشيد هيعيش اللي هيبيع سبت معمول بييد شاب اتضرب في مدحف رشيد هيعيش اللي هيبيع أي حاجة لو اهتمينا بالأصار في رشيد وطبعا هي خطة الدولة الارتقاء بالأصار وزي ما شفنا رئيس الوزراء شخصيا هو نازل بيشوف التوابيت والأصار اللي اكتشفوها تحت الأرض من حوالي أسبوعين احنا مش أقل من الأماكن دي كلها علشان كده بقى طالب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة رشيد الزيارة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي هتنقلها كبير قوي وهتم تنفيذ رؤية رئيس عبدالفتاح السيسي في 2017 الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشرور في اسكندرية أصدر بيان تطوير مدينة رشيد في خلال ثلاث سنوات الشقالة صحيح موجود لكن مش على القدر اللي احنا بنتمع فيه عندنا النهاردة بيحصل إنشاءات ضخمة جدا في بقى رشيد الجديدة والعمارات بسم الله ما شاء الله حاجة تشرح القلب وبدأت تظهر لكننا طمعان في حاجة هطلبها من رأيي الشخصية الأسعار اللي انطرحت بيها الشقق كثيرة جدا على الشباب الشقق اللي هي بسعر كبير جدا الشاب اللي لسه بدأت في حياته ولسه بيقول يا هادي صعب عليه الأسعار دي يا ريس وإحنا طمعانين في الأب والأخ الكبير والقائد العظيم الرئيس عفتاح السيسي إن هو يخفت سقر الشقة علشان كل أم وكل أب وكل شاب يقدر يعيش الحلم يعيش الحلم إن فيه عندنا مدينة بتتباني جديدة اسمها رشيد الجديدة وابدأ أفرغ مدينة رشيد القديمة من الصناعات المزعجة عشان أخليها مدحف مفتوح إحنا مش أقل من لوكسور إحنا مش أقل من أي مدينة كبيرة نبقى مدينة سياحية أسرية من التراز الأول عندنا اكتفاء ذاتي من القطع الأسرية أنا شفت في منزل الأماصيالي دينار دهب تم سكه في الدولة الأموية أنا شفت في منزل الأماصيالي والحاجات دي كلها موجودة في المخازن على فكرة شفت في منزل الأماصيالي في البترين شفت أسد على شكل أبو الهول من الجرنيت الأسود إحنا عندنا أصار تفتح أكتر من مدحف إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من القطع الأسرية اللي بيطالب للمرة الثانية والثالثة والعشرين بإقامة مدحف قومي يليق باسم مدينة رشيد إسوة زي ما قلت بالأسكندرية بشرم الشيخ بكفر الشيخ في الوقت اللي زي ده منزل عرب كلي اللي أنا مستخدمه وطبعا المنزل بيتعرض برضو للسرات اللي بتعدي من جنبه للتنسيمات والحاجات دي ولازم يكون فيه تفرف سريع من الدولة أو من المعنيين إن هم يرمموا أو يلحقوا منزل عرب كلي اللي هو مدحف رشيد الوطني عندي حاجات تانية بحلم تكون موجودة في رشيد بحلم يكون يعني مثلا عندي الكورنيش بيبدأ من مسجد أبو مندور لمسجد الحق حوالي أربعة كيلو أو خمسة كيلو كان فيه المفروض في التطوير القديم يطلع عمود كهرباء من الكورنيش اطلق العمود وتم عمل عمود تاني على الكورنيش نفسه على القطع الموجودة فيه كابل كهرباء بسمكة حوالي 250 ملي تم دفنه في الأرض أنا ليه ما استغلش الكابل ده وطلعه وأبيعه مثلا واستخدم تمنه في التطوير الكابل ده بيقى حوالي امتداده من مسجد أو مندور المسجد الحق حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو لما طلع الكابل وعد البلاط مكانه تاني أنا مش هعمل خسائر بالعكس أنا هستفيد بحاجة عظيمة جدا مدفونة ملاش أي لازمة من سنة 2007-2008 لما طلع الكابل والسه بحالة جيدة جدا مفوش أي مشكلة لكن إن أنا أداري الكابل وأعمل شوالي من المزيد الخرفية عشان أداريها أنا كده طبعا بعمل تعتيم على صر والية في الأرض مدفونة ممكن أستفيد بيها وبواجه برضو الكلام دوة للمعادي الوزير السيد الأشم أمنة إنه يوجه موديل التطوير إنه هو يستخرج هذا الكابل ونستخدمه في حاجات تانية للمدينة الرشيد لو اتكلمنا عنها وعن الحاجات اللي فيها وعن الإمكانيات المتاحة اللي موجود فيها هنبقى مدينة عالمية رشيد النهاردة على نهر النيل وعلى البحر المتوسط السروات اللي عندنا شركات الغاز وشركات البترول وشركة الرمال السوداء وكم الأعمال الضخمة اللي عندنا إلا إن الشباب عندنا بيعانوا من بعض البطالة لكن مؤكد في حل مؤكد مدام القناة ضوء على البطالة فرشيد في وجود الشركات دي إحنا أولادنا اليوم حق إنهم يتعينوا في الشركات دية المقامة وده كان وعد من سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنا بجدد الطلب بتاعي لسيد الرئيس إنه يكون أولادنا ويكون أخواتنا ولهم أولوية في التعيين في الشركات الموجودة على أرض رشيد مش ممكن أنسى لما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قال اللي عايز شغل يا أولاد يا أولادي ينزل رشيد طيب إحنا أولادنا أولو طبعا لكن أكيد فيه تخصصات بتنطلب ممكن ما تكونش متوفرة ممكن تكون متوفرة لكن الشاب مش عارف الطريق اللي هو يروح يطالب وظيفة محترمة في مكان محترم السيد محمد جلو حبيبي من رشيد معنا مداخل لا تفضل السيد محمد السيد محمد قلت التلفزيون لو سمحتوا وتكلم التلفون السيد محمد فيه سماحت أنا أقول لحضرتك الفقرة اللي حضرتك طرحتها في تطوير الثياحة في مدينة رشيد ده فكر عالي وفكر جميل جدا وده نتاج للسطلون اللي كان بيعقد عندك نتيجة لتجمع المثقفين اللي كان بيعقد عندك في المحل الخاص بيه وانو حقيق على اختيار الاسم الجميل للبرنامج السطلون لانه فعلا احنا كنا نقعد في السطلون ثقافي مع بعضنا اه اللي عايز اضيفه حضرتك ان احنا مش لازم نعتمد على عاطق الدولة بس في تطوير المنظومة السيحية في رشيد احنا لازم نقسم المنظومة لتلات اتجاهات اتجاه للجمعيات الاهلية زي الجمعية اللي جات في سنة تسعة وتسعين جمعية فدى اللي كانت دعملها الدكتور عدي مشاي وقام بتطوير منطقة الجمالية بالقاهرة ونسنده لها مثلا تطوير منطقة العرابي او تطوير منطقة دهليز الملك او منطقة مثلا شارع الامرسيالي تتبنى سنديء الثقافة الامريكية مثلا او صندوق ثقافة فرنسي او صندوق ثقافة انجليزي ويبدأ يعمل ده تحت رعاية واشراف الدول ونبدأ ناخد الاتجاه الاخر وهو انشاء فرع لهيئة تنشيط السياحة في رشيد لم تتحرك السياحة في رشيد الا عن طريق انشاء لهيئة تنشيط فرع لهيئة تنشيط السياحة ده اللي هيبدأ يقول احنا محتاجين ايه في البنية التحتية لمدينة رشيد احنا محتاجين ايه الخدمات يكون في مسؤول يعي ويفهم ويطرق وضع خطة علمية حقيقية زمنية بتطوير السياحة في رشيد انما احنا كلنا بنكتهد كلنا بنطرح فيكس لكن اين الجهة التي ستحصل على افكارنا لتحولها الى وزارة السياحة بطريقة فعلية وبطريقة حقيقية لتنقل على الارض الواقع ما تحتاجه رشيد فعلا الدولة مش هتعمل كل حاجة الدولة العاطق اللي احنا على كاهل الدولة دلوقتي احنا نعتبر خرجنا من ولادة بعد صورة 2013 خارجين من ولادة جديدة الدولة مولودة من جديد والدولة تبدأ جدني من جديد لازم احنا نطرح المشكلة زي ما حضرتك عملك في موضوع المنظور ونطرح ايضا الحل يبقى الحل الاول ان احنا نتجه الى الجامعات الاهلية اللي هي تتولى هذا الشق اتنين انشاء فرع الهيئة التنشيط الصياحة في رشيد رقم ثلاثة وهو ان احنا نضغط ونكسف الدعوة ان تتحول رشيد الى مضحف مستوح عن طريق عقد مؤتمر مثلما كان في 1999 الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حاجة الرشيد هذا المؤتمر اخذ توصيات حتى هذه اللحظة اللي حضرتك ظاهرتها على الهواء لم ينفذ منها اي شيء يعني احنا دلوقتي كان اول توصية فيه تحويل رشيد اللي قلت اخبرتك استاذ محمد جلو استاذ محمد جلو طبعا صوتك واصل لكل المسئولين النهاردة والسيد المحافظ سامع الكلام وكل المعنيين وطبعا انا سعيد جدا اللي بتكلم معانا انا اطلقت عليه دمشقي رشيد هذا الشاب المجتهد من شباب مستقبل وطن والناس المثقفة جدا في رشيد عندنا اللي احنا انا بتعلم منه شخصيا الراجل ده محبين لتراب الوطن وانا اقاسف طبعا ان انا بقطع عليك رسول محمد وهسيبك تكمل اتفضل رسول محمد اتفضل لا يا فندي اتفضل انا طبعا اه يعني كنت احاول ان انا القصب الصبق ان انا اكون اول واحد عشان اعمل مداخلة معاك لان انا كنت اقارف عنيك ان انت دايما فين رشيد مين بتفرجش علي فين الناس بتوع رشيد بيتمعوني سعيد جدا سعيد جدا رسول محمد وبحثت التردد ودورت عليه وجبت عن رسيبها وحتى تابع البرنامج واشوف هتتكلم في ايه لان اول خطوات النجاح ان احنا ما نكونش زي الناس اللي بتاكل ولدها لازم احنا ندعم اولاد بلدنا حتى ولو ادي اول ظهور لحضرتك وفي وقت آخر الساعة 12 بالليل لازم نعرف الناس اللي طلعوك بالقناة ان احنا نتنعينك احنا دعمين للبرنامج البرنامج ده حينجح وحيعرفوا دين الظهورك على البرنامج ده بعدين ولا تلتسل لأي انتقادات هتظهر على السوشيال ميديا او على الفيسبوك احنا دعمين لك رشيد بتحبك ورشيد اطلقت عليك تأثير الغلابة لان انت الخطوات اللي بتقدمها للناس وظهورك النهاردة انا بقول لكل القائمين على هذا البرنامج مهما يكون التمن اللي حيشعر من هجوم الناجح بس هو اللي بيهاجم مفيش حد فاشل حد بيهاجمه الناجح المتميز اللي حطت مصنة هو بس اللي حتعرب للنقط وان شاء الله ربنا يوفقك وانا بشكر قناة الصحة والجمال ان هي استضافتك النهاردة وحطتك على اول طريق بقى انك اربعين سنة بتحلم دي ان انت ترسل توصل اسم رشيد للاعلام وعا الهوى ومباشرة وبالقضاء اللي تترحها كل الدعم للاستاذ محمد سيه في النص كل الشكر لقناة الصحة والجمال احنا هندعمك بالملفات من رشيد كل حلقة هتكون مختلفة تسلم اسم محمد العنوان الرئيسي هو مصلحة رشيد تسلم اسم محمد دي جلو شكرا اسم محمد دي جلو شكرا اسم محمد دي جلو شكرا حبيبي اسم محمد جلو دمشقي رشيد اللي بفتخر بيه وبرجع له في حاجات كتيرة شكرا اسم محمد جلو على المتابعة شكرا على الكرام الجميل اللي فتح لي اكتر من موضوع دي وقت هتكلم فيه بعد الفاصل ان شاء الله عزيزي المشاهدين فاصل ونعود بتروحوش مكان تاني اعزيزي المشاهدين رجعنا لكم تاني من برنامج الصالون اهلا بيكم للمرة التانية كنت بقول من كلام محمد دي جلو هي لازم الدولة ما تشدش كل حاجة في التطوير انا كنت عرضت فترة اه فكرة انا اسف فكرة على المهندس مصطفى اسماعيل المهندس الواعد اللي هو قدرت مدير التطوير في مدينة رشيد وقلت له الفكرة كانت جميلة جدا ان انا عايز اخفف اعباء عن الدولة عايز اساعد وشارك مشاركة نقدية ومشاركة فعلية على ارض الواقع مش مجرد كلام اه كنت عرضت ان انا ليه ما يكونش فيه رجل اعمال اه سين او صد او لم او عين يتطوع ويعمل شارع بالكامل بالانترلوك حسب المواصفات اللي اقدرت التطوير بتحددها حسب الالوان اللي اقدرت التطوير بتختارها حسب الخامات اللي اقدرت التطوير بتختارها ويتعامل بشكل هندسي شارع مثلا نقول 200 متر رجل اعمال يعمله على حسابه على نفاكاته الخاصة واهداء لمدينة رشيد كل المطلوب رجل اعمال اللي طلبه او انا عندي طبعا اكتر من اشين رجل اعمال كان مستعدين يعمله اكتر من اشين شارع اه كل اللي هو طلبه يتكتب على الشارع اه لفتة بطريقة معينة اهداء من فلاني الفلاني لمدينة رشيد لا عايز يستسمى الشارع باسمه المهاندس مصطفى اسماعيل قال لي امحمد فكرة جميلة جدا وانا هعرضها فارعا على السيد المحافظ الكلام ده كان من حوالي شهرين اه ومن هنا بجدد الدعوة لمعادي الوزير السادة اللي هو يا شام امنة ياريت يناقش الفكرة مع المهاندس مصطفى او مع درجة التطوير وانا على السعدات التام وكامل ان انا اوفر اكتر من رجل اعمال يساعد وينفذ بالشكل والرسم والخامة والجودة اللي قدرت التطوير طلبها وده مش اقلم من اي حاجة اقدر اقدمها البلدي رشيد بلدي اللي تربيت فيها وعشت فيها وكلت من خيرها وتعلمت فيها واموت فيها ان شاء الله بعد ما شوفها احسن بلد في الدنيا كفايا ان اسمها رشيد عندي ميدان الاماصيالي هو ميدان طبعا اثر كبير جدا هو داخل مرحلة التطوير والدولة اشترت فيه اكتر من بيت عشان تبدأ التوسعات عندي ميدان الحرية هيبقى فيه توسعات عندي ميدان العرابي الميدان العرابي اللي كان موقف القديم هيتعمل فيه بانوراما اعتقد الكلام ده مش عارف نسبة صحيته اقول انا سمعته بانوراما لمعركة رشيد معركة فريزر المعركة اللي اخرت الاحتلال عندنا اكتر من 70 سنة هيتعمل فيها بانوراما عندي ميدان كتيرة ممكن رجال الاعمال ومتوفرين عندنا وكلهم محبين لبلدهم يساعدوا في التطوير ويشاركوا في التطوير مش هتأخروا احنا معنا فيديو هنتفرج عليه ونشوف ممكن ايه اللي يحصل ونطالب معادي الوزير السادة اللي هو عشام امنة يعمل ايه في الفيديو ده هو الفيديو بيوضح مدخل مدينة رشيد الرئيسي من اتجاه الطريق الدولي الطريق حوالي الجزء اللي احنا بنتكلم فيه حوالي 900 متر مايجيش كيلو حوالي 800 متر لكن اربع سنين والطريق بالشكل ده يا فندم انا بوجه كلامي دلوقتي للمعادي الوزير السادة اللي هو عشام امنة ان مدخل الجدية رشيد اتجاه الطريق الدولي هو طبعا كله برك وحفر ومطباط خلينا كون العين الثالثة يا فندم لسيادتك خلينا كون العين الثالثة لمدينتي وانقل الصورة ازاي قد ايه طبعا الزائر عندنا وده بيمنع برضو الزيارات عندنا اكيد في حاجة طبعا مش هننكر ان في عمل صرف الصحي مش هنكر ان في مشروع صرف الصحي في الطريق ده لكن طريق 20 متر والاعمال بتتم في العشرة متر اللي هم اليمين من اتجاه رشيد او الطريق الدولي ممكن يا فندم كنت اشتغل في العشرة متر اتجاه النيل سفلتهم بعد ما خلص صفلات المطر وسفلتهم وخلي العربية تشتغل منها وتعدي منها وارحم الزائر اوارحم المواطن ان عربية كل يوم حايزة تروح عند بتاع العفشة الطريق كله بالوضع ده يا فندم وسيء جدا بصراحة المقاول ممكن يكون هو السبب المباشر ممكن يكون عنده اعمال مرتبطة بالطريق لسه مخلصهاش لكن لازم يكون فيه ركابة ودور المعنيين والاجهزة التنفيذية يكون واضح وصريح لازم يكون المسؤول التنفيذي عني في المدينة او في المحافظة او في التطوير يكون ركابة ثارمة طيب يا فندم لو تخيلت ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يا ربنا يبارك في صحته يا رب العالمين هيجي رشيد الطريق ده هيخلص في 24 ساعة طيب ما نعتبر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاي رشيد ونبدأ نشتغل في الجزء اللي هو اتجاه النيل ونبدأ نسفلته ونعمل صفات الأمطار اللي فيه ونعمل الكهرباء ونشتغل ونخلص ما فيهوش غاز النص الطريق ما فيهوش غاز ما فيهوش كهرباء ما فيهوش مي الكهرباء خالصة فيه اشيك على الكهرباء واشيك على صفات المطر وابدأ سفلته صدقني يا فندم هيبقى فيه رشيد فيها زيارات كبيرة جدا وعندي السياحة هتنتعش أكتر لأن الزائرة ما بيجيني مرة وبيروح أكيد بيقول لي جرانو بيقول لي أصدقائه وخلي بالكم مدخل رشيد مدخل بيدور للسيارات لما عربية ملاكي دخل عندي والراجل ينزل مطب زي ما هنشوف في الفيديو ينزل مطب وتتكسر عنده حاجة في السيارة مؤكد مش هيجا عندي تاني طب أنا عايزة أعمل جذب ولا عايزة أعمل طرد للمدينة لا أنا عايزة أعمل جذب يبقى أشوف الأولى البنية التحتية عندي شكلها إيه أشوف إلي أخر المقاول أشوف المقاول اتأخر بسبب أنا اللي بسببه يعني اعتماد مالي ولا الشغل بتاعه بطيء أنزل عليه شرط جزائي ولا إيه بالزبط هل المقاول اللي شغال من الباطن أو المباشر بالأمر المباشر هو السبب في التعطيل ولا سبب العطل أكيد في أسباب موجودة أقعد مدخل مدينة أربع سنين بالوضع ده وياريت كده وبس كمان العربية بتطلع من التمنمئة متر دول من خانقة السائج بتاحها أو صاحبها بياخد بقية الطريق بسرعة جنونية يا فندم على فكرة بسرعة جنونية يعني بيعدي من أمام مسجد أبو مندور والتالي الأسري السرعة بتاعته بتأثر برضه على المسجد وبتأثر على التالي الأسري وهو طالع من ربع ساعة في تسعمائة متر ما يقدرش يعديها أكتر من كده فبيفضي الكابت اللي جواه واللي شافه في الطريق ده بالسرعة الجنونية اللي بيعملها بعد كده ويأثر على المبنى الأسري اللي هو مسجد أبو مندور وعلى تالي بولوبتين أتمنى طبعا من معالي الوزير السرعة اللي هو يشام أمنة دراست هذا الموضوع ودراست هذه المشاهد وسبب بعض سلبيات أنا أكيد طبعا عندي إيجابيات كتيرة وعندي فيديوهات كتيرة الإيجابيات في رشيد عندنا عندي الميناء الصيد اللي يبقى رقم واحد على مستوى مصر طبعا عندنا في رشيد أهلا مساءل معنا مداخلة سهله أسهل محمود أمين تفضل يا فندم أغلب � معدية رشيد يا جماعة هي قرية مسقط رأسي تتبع مركز مطوبس محافز كفر الشيخ لكن بينها وبين رشيد بينا وبين رشيد طبعا دوابة أسرية بينا وبين نهر النيل كل طلبتهم بتبقى من رشيد حتى المرضى بيبقوا عندنا مستشفى رشيد العام كل بضاعتهم أكلهم مشربهم ملبسهم من مدينة رشيد اتفضل يا سيد محمود اهلا نتشرف بك اهلا سهلا هل نتشرف يعني قريتنا دي معدومة من الخدمات خالص يعني احنا تابع رشيد ولا تابع كفر الشيخ بتابع مطوبس زي ما قلت يا سيد محمود اللي هو طبعا قريت معديد رشيد هو وقف بحري بتتبع الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء التابع على مركز مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ واكيدة نتكلم عنها في حلقاته ان شاء الله وهنتكلم عن المشاكل اللي بتقابل معديد رشيد معدومة من الصرف الصحي معدومة من الغاز معدومة من الرصف لكن كان عندكم المهندسة عيدة ماضي رئيس مدينة مطوبس كانت سيدة طبعا شعلة نشاط وكانت مدينة التطوير في رشيد هي راحت النهاردة مدينة ديسوء واعتقد عندكم برضو رئيس مدينة محترم هتواصل معاه وانا عايز اسمعك يا سيد محمود انت حضرتك انت نزلت معد رشيد وشفت الطرع الرشيدية وشفت الزبالة في الطرع الرشيدية وصورتها بنفسك وبصراحة اتعاونوا معانا تاني يوم وشالوا كل الحاجات اللي كانت موجودة فيها كلام ده من سنة ما بيش على تشالت لا يا فندم الطرع اللي هي الصغيرة اللي عند امين عجلان اتشال منها كل حاجة وحنا نزلنا الصور تاني يوم والطرع اللي في الشارق اتشالت ونزلنا الصور تاني يوم وشكرنا المسؤولين في الوقت ده ولو كان فيها حاجة تانية ان شاء الله نصورها ونرفعها انا عايزة انا عايزة تنزل تشوفها وذي نشوفهم بيطلقهم الطرع يحطها على السكة بيبصوا تاني اكتر استاذ محمود تاني وتالت ورابع وعاشر ومش هنسيب اي مواطن هنوصل صوته للمسؤول ومؤكد المسؤول النهاردة بيوصل محافظين او بيدهم اوامر كانت صليحة على الهوى ضرورة الارتقاء بخدمات المواطن ضرورة الارتقاء بخدمة المواطن ضرورة الارتقاء باي شكوى تصدر من اي مواطن في اي مكان في مصر انا هنزل طبعا معدل رشيد وهنزل الجزيرة الخاضرة وهنزل ابو خاشبة وهنزل كل كرة مركز مطوبس وهنقل الصورة لكل المسؤولين ان شاء الله اه استاذ محمود اه شكرا جزيل يا نصر محمود واتمنى منك اضافة صغيرة هل في حاجة تانية غير الطرعة الرشيدية شكرا نصر محمود شكرا جزينا واضح ان هو الاتصال قطع شكرا نصر محمود اله كنت متكلم يا جماعة عن الرجال الاعمال ومساعدتهم في مدينة رشيد ان شاء الله اه لو استاذ المحافظ درس الموضوع هيلاقي ان الموضوع طبعا في غاية الاهمية بيوفر فلوس كتير جدا على مشروع التطوير اه عندنا اكتر من واحد ومش عايز اقول اسمال ان كلهم ناس افاضل اه مؤكد او الاتصال بيهم هيرحبوا جدا ومش هيتأخروا وزي ما قلت كلنا بنعشق مدينة رشيد وكلنا بنخاف عليها وكلنا نفسنا نشوفها احسن مدينة في العالم احسن مدينة في العالم بينا بوقفتنا معها بوقفتنا مع التنفيذيين والمعنيين بوقفتنا مع المجلس المدينة بوقفتنا مع السيد المحافظ اذا كان نقدنا ساعات بيبقى موجود هو نقد بناء مش ممكن نعمل نقد هادام لان بلدنا احنا اللي هنبنيها اه بلدنا احنا اللي هنقوم بيها احنا مش هنتسنى حد يعمل لنا حاجة احنا بس كل القصة ان احنا العين التالتة للسادة المسؤولين اه اتمنى للمرة المليون ان السادة رئيسة عفتاح السيسي يزورنا في رشيد اهلا سيد اسامة المرشيد اتفضل معنا سيد اسامة المرشيد من رشيد اتفضل اتفضل سيد اسامة السلام عليكم سيد محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل تحيات لحضرتك وباشكر قناة الصحة والجمال الذي اتاحت لحضرتك الفرصة لتوصيل مطالب شعب رشيد الى المسؤولين رشيد بلد الحضارة والسياحة والصناعة والصيء فلابد النظر اليها وشكنا رجيس شكنا ازامة ومداخلة انا سعيد بيها جدا من اخي عزيز عليا ان شاء الله في اليام اللي جاية هنلاقي الخير كله في رشيد في اليام اللي جاية ان شاء الله هنلاقي خطوات ايجابية كتير جدا اذا كنا عرضنا الحاجات اللي انا بتكلم عنها اكيد عندي حاجات تانية هنشوفها دلوقتي مع بعض اتمنى انها طبعا تتغير للاحسن وانا متأكد وعلاقين انها تتغير لكن لازم اعرضها على السيد المحافظ ويشوفها معانا هنقلد فيديو لنشوف القصة شكلها ايه الفيديو ده يا جماعة بيصور لي كورنيش النيل النيل هبت مصر ولا مصر هبت النيل لا طبعا النيل هو روح وشريان الحياة لما هيبق بالشكل ده ده المدخل الرئيسي برضو من الجدية طريق الدولي لمدينة رشيد لماذا يبقى المشهد ده كده اكيد المواطن مسئول واكيد المسئول مسئول يعني المسئولية هنا مشاركة بين المواطن اللي بيرمي القمامة وبيلوس النيل بالشكل ده واكيد المسئول قصر في حاجة معينة انه ما خلاش المواطن يبقى فيه عندي اسلوب ردع ما يخلوش يعمل كده يعني انا بقولي النهاردة مسئول البيئة في مجلس المدينة او في الوحدة المحلية المكان ده بيتبع الوحدة المحلية لقرية محلة الامير اتباع المركز رشيد وقرية الجدية شاطئ نهر النيل لماذا يبقى بالشكل ده انا قاسف هو شكل بيسئلنا كمواطنين قبل ما يسئل المسئول لان المواطن النهاردة عنده عربية القمامة بتخشله كل يوم مش هقول كل يوم في الكرة لأي يوم بعد يوم وزي ما شفت النهاردة مشهد زي ده كده كنت اتمنى طبعا اصور انا عندي صور للقرية محلة الامير نفسها النهاردة استاذ محمد الطحان رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة الامير بمشاعدة رجاله بيعزفه سمفونية رائعة الجمال القرية بالكامل تم تنظفها بالمقشات والمكانس بشكل رائع جدا انا كنت اتمنى اشوف المشهد من زمان لكن مشهد زي اللي قدامي النهاردة ده وعلى شاطئ النيل مشهد يسئل لنا كلنا يسئل لنا كمواطنين ويقول ان المسئول قصر في اسلوب ردع للمواطن وقصر في شغل هو ان هو ما شلش الحاجات دي كلها المسئول عنده من اساليب الردع كتيرة وعنده تقصير في شغله مش هنقول ان المسئول عنده كل حاجة كويسة لا هو عنده طبعا تقصير في شغله ان يسيب مشهد زي ده على نهر النيل نهر النيل حرام نقتله حرام ان تقتله نهر النيل طالبكم بالابقاء عليه مش عايز حد يقول لي ده مصاب بنهر النيل وواصل للميال ملحة وفي الاخر يحده من الشمال اقصى الشمال قرية بورج رشيد يعني قدامي كمان خمسة كيلو نهر النيل ماشي فيها لما يبقى بالشكل ده حرام اهلا نسالي رسول علاء القاضي معنا تفضل معنا رسول علاء عليكم السلام وانت الله اتفضل الملاء علاء مشكلة في قرية اسمار بيدا البلد تابع بركز كفر الدور اسمي اي اي فندم اسمي اي ايه فندم مشكلة في محطط صرف قرية اسمار بيدا البلد قال ناسان لا يا فندم احنا بنتكلم بلسان كل اهالي البحيرة النهارده مش رشيد بس لكن ممكن نكون عامنين اثبط على مدينة رشيد لان المادة اللي معنا كلها على رشيد لكن انا عارف ان قارية البيضة فيها مشاكل كتيرة وكنا تكلمنا قبل كده عن القيمة ما تفضل. مشاكل كتير غير معي. لا لا اللي اقول لي كده يبقى. لا احنا مشكلتنا بحيدة هي محاطة الصرف. طيب الحمد لله. الحمد لله. احنا موضع الخارجة اه اه موقع الجغرافي كويس. النسبة طريقي وسلك حديد وسريع وكل حاجة. والتطوير بتاع المحمودية المشروع الجديد بتاع الرئيس السويسي بسبب الله ما شاء الله هيحيك بادي عندنا اكثر وقتا. الحمد لله. موضوع محاطة الصرف اللي عندنا. هو دي اكبر مشكلة مدمرها عندنا القرية داخليا. تماما. لذا ان الصرف ضمر البلد. بل بالعجس المحاطة اتعاملت وانشأت وتعامل كل اجل. استو زعلاء صوتك. استو زعلاء صوتك وصل لكل المسؤولين النهاردة في المحافظة. وان شاء الله يكون في حل سريع جدا ودراسة. وشكرا جزينا فاندي معنا داخلتك. وان شاء الله نتواصل بعد كده ان شاء الله. وتقول لي المشكلة اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات. هو بيسئل لنا كمواطنين للمرة التانية. بيسئل لنا كمسؤولين. اه. وبقول لكم لا تقتلوا النهر. بل ابقوا علي لتستمر الحياة. لتستمر رشيد على قيد الحياة. وإلا اذا مات النهر. ماتت الحياة. ماتت رشيد. ولن نسمح ان تموت رشيد او يموت النهر. اه. معنا فيديو هنبص عليه ونشوفه. الفيديو فاندم ده كان يوم اتنين وعشرين اكتوبر الماضي في الشتواء اللي فاتت الكبيرة ديت. وبيبين المكان ده بالذات امام مسجد المحلي. اللي حصل ان الامطار كانت غسيرة جدا. لكن ما كناش احنا بصراحة مشتعدلها. عشان نقولي الحقيقة ونعرف نعالج بعد كده المشكلة ازاي. صفات المطر ما كانتش على المستوى المطلوب ان احنا نقابل آآ شتاء بهذا الشكل. اللي البنية التحتية عندنا والصرف الصحي عايزة مراجعة. المهندس مصطفى كان قبل كده كلمني اللي انا بعدت جوابات اشوف بيها شبكة الكهرباء وشبكة الميا والصرف. عشان نبدأ اشتغل لان الشرع ده داخل مرحلة التطوير. اللي وزا كنت اتكلمت عن المطر والصفات المطر اللي خلت الشرع بالوضع ده. وامام مسجد المحلي. مسجد المحلي يا فندم هو من اكبر مساجد رشيد ومقفول من سنة الفين وتمانية. المسجد تم غلقه للترميم من الفين وتمانية. حتى الفين وعشرين يعني بقى انا اتناشر سنة. مش عايز اكون مبالغ واقول بقى انا اكتر من كده. مسجد السيدة علي المحلي وهو اشهر مساجد مدينة رشيد اه بعد مسجد زغلول اللي تم افتتاحه من اه حوالي عام تقريبا. انا مش عارف المسجد ازاي يقعد اتناشر سنة وما يخلص العمل فيه. اه ازاي? السؤال بيقول اللي بينطرع على لسان كل مواطن رشيدي. من المسؤول وراء تأخير اتمام الاعمار لمسجد المحلي? وازا كان مسجد المحلي انا بالصدفة اتكلمت عنه مكنش ان انا يتكلم عنه. لكن الامطار اللي قدامنا اللي غرقت رشيد في اليوم ده. وبصراحة انا مش هقول ان المسؤولين متحركوش. لا هم متحركوا. هما صحيح اصروا في الاول لكن لما حصل الكلام ده وبعد انتهاء المطر الناس اتحركت وفي خلال اقل من 10 دقايق كانت المياه كلها متصرفة. وهم عارفوا المشكلة. وانا اتكلمت مع المهندسة سالوى في المكتب قلت له يا فندم احنا نحاول نجرب صفات المطر تجرب عملية اجيب سيارة المياه وضخ بالخرطوم في قلب صفات المطر اعرف إذا كانت هي تستحمل معايا الضغط الكبير ده ولا مش تستحمل هي بصراحة بعد المطر يشتغلوا وعملوا كلام ده وغيروا الغطيان كلها بتاعة صفات المطر وهم شغالين. لكن مسجد المحلي يقعد اتناشر سنة بالشكل ده مؤكد هناك خطأ. مؤكد فيه حاجة غلط. مسجد المحلي يا فندم من 2008 حتى اليوم ما خلاص هيب علي كمواطن ان انا موصلش صوت اهل رشيد للسادة المسؤولين. مسجد المحلي مسجد اثري عظيم جدا مسؤولة عنه وزارة الاثار مسؤولة عنه هيئة وزارة الاواف مسؤولة عنه المحافظة محافظة البحيرة. وعلشان الوقت زنقنا بسرعة عايز اقول حاجة على السريقة. معادي الوزير الساد اللي هو ايشام قامنا محافظة البحيرة. انقل لسادتك اه شكوى من اهالي رشيد اللي بتقول رشيد يا فندم مش كورنيش النيل ده. رشيد يا فندم مش مدحف رشيد. رشيد يا فندم مش ميدان الحرية. رشيد مش شارع مضرب التحرير. مضرب التحرير يا فندم تم تأشير الاسفلت بتاعه من حوالي شهرين والحد النهاردة لم يتم رشفه. المهندسة سلوع وعدتني ان هيتم العمل فيه من حوالي اسبوعين. ولم يتم ذلك لعل المنح خير. وعايز اقول اه بقية شكوى اهالي رشيد احنا عندنا مناطق اه ما فيهاش صرف الصحي. احنا عندنا مناطق اللي حد النهاردة ما فيهاش غاز. عندي منطقة العشش بمدينة رشيد. لغاية النهاردة ما فيهاش صرف صحي. وتابعد عن الكورنيش بخمسين متر فقط. اكيد اكيد افندم من خلال برنامج السلون قناة الصحة والجمال هنتابع كل القضايا. وزي ما عندي فيديوهات بتظهر بعد السلبيات. عندي فيديوهات بتظهر ايجابيات عظيمة جدا. هنعرض هنا وهنعرض هنا. وحق الرد مكفول لكل المسؤولين. اه قبل ما انهي البرنامج. انا سعيد جدا 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 جدا. اه ان انا اتيحت لها زي الفرصة. اتكلم فيها عن مدينتي. عن مسكة رأسي. عن اه آلام آآ المواطنين. عن احلام المواطنين. وبتمنى دعوة السيد رئيس عبدالفتاح السيسي. اللي تمت في خلال مؤتمر الشباب الفين وسبعتاشر. انها تكون مدحة مفتوح. اتمنى يتم تحقيقها. اشكركم اه اصدقائي الاعزاء. اشكركم اه مشاهدين الكرام. وعلى وعد باللقاء ان شاء الله. في حلقة جديدة. هنعرض فيها فيديوهات جديدة. تباين مشاكل. وفيديوهات تباين ايجابيات عظيمة جدا. اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة